بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أبنائي وبناتي تلاميذ الصف الخامس التدائي في درس جديد من دروس مادة العلوم هندرس إن شاء الله اختبارات سلاح التلميز على المفهوم الثاني الماء كأهم الموارد الطبيعية على سطح الأرض هندرس إن شاء الله ونحل الإختبار الأول بدعوكم لعمل سبسكرايبة أو اشتراك على قناة العلم والمعرفة مع تفعيل زر الجرس لكي يسلكم كل جديد سؤال أول رقم واحد ألف ضع علامة صحة أو علامة خطأ أمام العبارات الآتية واحد تتكون المصبات عند اختلاط مياه المحيطات مع مياه النهر العزبة طبعا هذه العبارة صحيحة رقم اثنين مياه البرك والمستنقعات تكون في مستوى أقل من مستوى سطح الأرض طبعا خطأ لأنه بتكون أعلى من مستوى سطح الأرض رقم ثلاثة ممارسة الاستدامة يعتبر من طرق الحفاظ على الموارد طبعية هذه العبارة صحيحة رقم أربعة قد يتسبب سوء استخدام المياه في موت بعض الأسماك ثم انقراضها ممكن طبعا هذه العبارة صحيحة منطقة لأس الرقم باء مسطح مائي ارتفع منسوب المياه به أعلى من مستوى سطح الأرض ما اسم هذا المسطح المائي؟ طبعا أقول له الأراضي الردبة اللي هي البرك والمستنقعات إثنين ألف اختر الإجابة الصحيحة واحد أي من المسطحات المائية الأتية قد تكون مياهه عزبة البحر طبعا ده مياه مالحة الخليج مالحة المحيط مالحة هي الأراضي الردبة رقم اتنين مساحة من الأرض تتدفق فيها المياه من مصادر متعددة نحو منطقة مشتركة محددة طبعا أراضي الردبة مستجمعات المياه البلد المستنقعات طبعا أقول له إيه؟ أقول له مستجمعات المياه رقم تلاتة عند هطول الأمطار بكمية أكبر مما يمكن للمجرى المياه أن يحتويها يحدث طبعا على طول أقول له يحدث إيه؟ يحدث الفيضان الشيء الرقم بها استخدم بنك المصطلحات الأتية لاختيار المصطلح العلم المناسب لكل عبارة استنزاف الموارد الحفاظ على الموارد الاستدامة رقم واحد استخدام الموارد الطبيعية بطريقة لا تؤثر سلبا عليها مستقبلا دي اسمها إيه؟ الاستدامة رقم اتنين ترشيد استهلاك المياه عن طريق الحفاظ على الموارد رقم تلاتة ألف أكمل الجمل التالية عند حدوث تلوث بالقرب من أحد روافض النيل ينتقل التلوث عبر جداول المياه إلى مستجمعات المياه رقم اتنين تحيط مسطحات مائية كبيرة بالقرات تسمى ايه؟ المحيطات تسمى المحيطات رقم تلاتة تعتبر نقاط مسطحا مائيا تحيط به اليابسة من جميع الجهات اللي هي البحيرة سأل رقم بقى صل العمود أو عمود ألف بما يناسبه من عمود باب المياه الجوفية أقول له على طول دي طبعا إيه؟ مياه عزبة المياه الجوفية مياه عزبة خرائط مستجمعات المياه تظهر توزيع المياه على إيه؟ اللي هي على طول رقم إيه؟ رقم ألف بكده حبيبي ننتهي من حل الاختبار الأول من اختبارات سرعة تمييزة على المفهوم الأول الثاني مدعوكم لعمل سبسكرايب أو اشتراك على القناة مع تفعيل زر الجرس لكسلكم كل جديد وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته